مساء الخير شباب هل بالإمكان تحويل الاس اس دي الام دوت تو ليو اس بي بمعنى آخر لهارد خارجي يمكن وصله على أجهزة الكمبيوتر بهذا الفيديو رح نعرف وأكيد قبل ما نبلش الفيديو عطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إذن أصدقاء السؤال بيقول هل بالإمكان تحويل هارد أو الاس اس دي الام دوت تو ليو اس بي نعم بالإمكان عن طريق هالقطعة هي شو هي القطعة هي عبارة عن بوكس بالإمكان ووضع الام دوت تو بداخلها ملاحظة مهمة جدا لي معي اس اس دي ام دوت تو ويوجد أيضا اس اس دي ام دوت تو ان في ام اي وله علبة خاصة طبعا العلبة اللي بينيدي هي خاصة بالام دوت تو فقط بالبداية أصدقائي رح نتعرف على محتويات الصندوق أو ما مكتوب على الصندوق من الخارج متل ما أنا ملاحظين أصدقائي أنه مكتوب على العلبة أنه هي ميني اكستيرنال يو اس بي تري لالام دوت تو بشكل عام ما في أي شي يذكر إضافي على العلبة غير مقاساتها بشكل عام والأبعاد الخاصة فيها من هذا المكان كاتب لأنظمة التشغيل المتوافقة معها وأكيد من عند الويندوز 7 لعند الويندوز 11 ما عندك أي مشكلة وكذلك الأمر من هذا المكان عم يعيد ويكرر ام ساتا تو يو اس بي تري يو اس بي تري تو ام دوت تو أما من الخلف موجود عدة مواصفات بإمكانك تثبيت الصورة أو تثبيت الفيديو لقراءتها بشكل تفصيلي وطبعا من الشغلات اللي ذاكرينا نمرفق معها مفاك براغي وكابل يو اس بي وهلأ مننتقل لطريقة فتح الصندوق بشكل سريع وطريقة تركيب الام دوت تو بداخل هاي العلبة متل ما أنا ملاحظين عندي كابل اليو اس بي ثري بيجي بهذا الشكل ومتل ما أنا شايفين هو سميك جدا أما بالنسبة لعلبة الام دوت تو نلاحظ انه موجودة بهذا الشكل وفي عندي كيس بداخله الغطاء الخاص بالبراغي والسدادة الخاصة بالعلبة من هاي المكان بالنسبة للتركيب بيكون بهذا الشكل بمجرد التركيب في عندي مكان لبرغي بشده بهذا المكان وبعد ما وضعت الام دوت تو في عندي عزقة هون لها سن بيدخل بهذا المكان بيعلق على الام دوت تو متل ما أنا شايفين ومنسكره للنهاية تمام ومنقلب الام دوت تو للخلف او العلبة بشكل عام وهون منركب البرغي من الخلف متل ما أنا شايفين تركب بالشكل الصحيح ومنلاحظ انه صار في عندي فراغ من الأسفل هاي العزقة تمام هي لرفع الام دوت تو قدر الإمكان عن البورد انشان ما يتلامسوا مع بعض تمام والبرغي بيجي من الأسفل طبعا هي العلبة بتاخد عدة مقاسات من الاس اس دي ام دوت تو متل ما أنا شايفين من الخلف اما بالنسبة لوضع الدارة كليا داخل العلبة في عندي سكة خاصة بهذا المكان بتنزل الدارة فيها بشكل كامل سكة خاصة بنزول الدارة ومنلاحظ انه الدارة ما هتلتسق بالأسفل ولا بالأعلى في فراغ من الأسفل وفي فراغ من الأعلى وبعد ما وضعت الاس اس دي داخل العلبة في عندي هذا الغطاء اللي رح يجي بهذا المكان ويغطي بشكل كامل وطبعا اكيد رح يكون منفذ اليو اس بي بالشكل الصحيح بمكانه تمام طبعا في عندي برغيين هلأ بدي سكرون بهذا المكان او شدون على هاد المكان من الطرفين وبعد ما اغلقنا العلبة بالشكل الصحيح مية بالمية بإمكاننا توصيل كابل اليو اس بي عليها طبعا بدنا ننتبه من الشكل الخاص فيه تمام تم التوصيل بنجاح وطبعا هلأ بنوصل على جهاز كمبيوتر ومنتأكد من عمله بشكل صحيح شكرا لمتابعتكم اصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة